احنا محتاجين اساساً ان اللغة العربية تبقى يعني ندعمها اكتر يعني احنا عرب ليه يعني ليه ليه واللغة العربية هي اساس القرآن كمان يعني احنا مسلمين طبعاً ارتباط العربية اللغة العربية بالقرآن هو نقطة اساسية في جماغ الناس رغم ان انا مش شايف ان ده سبب ان احنا نتمسك ان احنا نعلم عيالنا لغة مفيش اي حد فعليا بالكلمة وبعدين هو في حد متخيل مثلا ان خريجي المدارس في مصر اصلا قادرين ان هما يقرؤ القرآن ويفهموا اللغة العربية اللي موجودة فيه هل ده انا مش عارف ده خيال علمي عن مستوى اللغة العربية اللي احنا بنعلمها اصلا الواقع بيقول ان في حالة انفصال تام بين اللغة الفصحة كما تعلم وبين الواقع اللي الناس بتتكلم به وان الواقع ده هو اللي ابقى لانه هو ده اللي حي وليس فقط على صفحات الكتب بس المشكلة يعني هو انه بدك ارادة بالنهاية السياسية وشعبية يعني يتوافقوا مع بعض لحتى تصير اللغة او اللهجة هي اللغة الرسمية مثلا لما هذا الشيء صار باوروبا لما بفرنسا عام 1059 فرانسيس الاول اعلن اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في البلاد واعلن هذا الشيء والقانون اجا وشرح انه هذا الشيء لحتى الناس تفهم شو عمصير بالمحاكم وشو بمأساسات الدولة او ما تكون مقطعة عن واقع عمل الدولة وعمل القانون هذا الشيء ما ممكن يتكرر اليوم يعني نحنا التحدي اللي موجود حاليا بالنسبة لنا هو متحدي نفهم الدولة شو عم تقول او القانون شو عم يقول التحدي هو نحسن نواكب الحضارة ترجمة نانسي قنقر